في موسم الاستعدادات للاحتفال بعيد الفصح المجيد دعت بطرياركية الروم الأرثوذوكس السلطات الإسرائيلية إلى السماح لجميع المؤمنين بالوصول إلى كنيسة القيامة من أجل الاحتفال بهذه المناسبة المباركة وعبر غبطة البطريارك ثوفلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين عن تمنياته أن يتمكن جميع المؤمنين من ممارسة حقهم الطبيعي بالوصول إلى كنيسة القيامة والتعبدي بحرية وأمان دون قيود مشيرا غبطته أن العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة حق تكفله الشرائع الدينية والدنيوية وطالب السلطات القائمة أن تحترم قدسية هذا الأسبوع المقدس وخاصة يوم سبت النور حيث يأتي المؤمنون من كل بقاع الأرض لينالوا بركة النور من القبر المقدس في كنيسة القيامة مشددا على أهمية إرساء قيم المحبة والتسامح والتعاون بين البشر حاثن الجميع على العمل بروح الوحدة والتعاون من أجل بناء مجتمعات أكثر ازدهارا وتقدما لتنعم الأرض المقدسة بالعدل والمحبة والأمان كما ينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار اشتركوا في القناة